السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في نهار جديد وفي جولة جديدة بدايتان كل شي عارف الزلزل اللي وقع حاليا في جنوب تركيا وفي شرق سوريا نسأل الله عز وجل يرحم الموتى ويتقبلهم عنده شهداء يا ربي ويشفي المصابين ويربط على قلوب كل عائلات الناس اللي فقدوا أهلهم ودويهم وأصحابهم وأحبابهم نسأل الله عز وجل يعوضهم خير يا ربي بالنسبة الناس اللي يسولوني في فيديو السابق واش تركيا مديرين شي حداد على الزلزل اللي وقع حاليا ما كين حتى حداد نسأل الله عز وجل العافية للجميع نسأل الله عز وجل يحفظ أهلنا في سوريا وفي تركيا الحياة كاتستمر بطبيعة الحال حياة في اسطنبول عادية الأجواء حاليا باردة باردة جدا كين تولوج تولوج اللي خفيفة ولكن كين البارد والريح فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية للجميع مسرتنا كاتستمر جولتنا كيستمرو بنسمى لهالفيديو صور من مدة عاد حطيتو اليوم جولتنا اليوم في متجر فلاء للملابس الملابس النسائية ورجالية وملابس الأطفال مركة فلاء مركة تركيا معروفة بالجودة دي الملابس ديالا وبالأسعار ديالا اللي كسكون رخيصة فهنبدأوا جولتنا داخل هاد المتجر نشوفوا انه عيد السلعة اللي عندهم والأسعار فكل عادة لأول مرة كيشاهد القناة ما تنسوا شي تشاركوا وتفعلوا زال جارس باش يوصلكم كل جديد ولكم المشتركين خليوا لي لايك وتعليق على هاد الفيديو وشاركوهم مع أحبابكم وصحابكم باش يوصل الأكبر عدد من الناس ونبدأوا على بركتي الله بالنسبة مركة فلاء هي مركة تركيا معروفة كتتواجد في أغلب المدن التركية أحيانا هتلقوها في المولات وأحيانا كتكون في مساجر اللي مستقلة في شوارع رئيسية فهنعملوا جولة داخل هاد المتجر ونشوفوا السلع اللي عندهم خصوصا الملابس الأطفال ونتعرفوا على الأسعار ديالا فبالنسبة هاد المتجر هو متجر مستقل ما كيتواجد شي في مول يعني في شارع من الشوارع ديال المدينة اللي معروفين كيما قلت لكم مرى هاد المركة هتلقوها في أغلب المدن التركية الأسعار كيما كتشوفوا أسعار اللي رخيصة كنحاول نكتب لكم الأسعار أو ممكن منيتشوفوا الأسعار على اللافتات أو مثلا فتكي ديال الحوائج بالليرة الليرة حاليا كتسوي 0.55 سنتيم مغربية فأي تمن شفتوه كتدربوه 0.55 سنتيم وكيعطيكم 8 بالدرحم المغربي أو بالدولار كتحولوا العملة للدولار بالنسبة الناس اللي مسواجدين في دول أخرى فكيما كتشوفوا بالنسبة هات المتجر عندهم حويجة ليزوينين خصوصا ملابس الأطفال فعندهم موضيلات لي رائعين جودة ديالهم ممتازة حين موضيلات ليزوينين في هات المتجر أشياء كثيرة خصوصا في ملابس الأطفال شوفوا لي هاد الموضيل هاد ديال هاد القبية جات خياي سامبل أوزوين مطرز بديك الطويرات في اللوانات بالنسبة للمتجر رفيه جميع الملابس سواء ديالأطفال النساء ديالرجال أي حاجة احتجتوها إلا وكتلقوها في هاد الماركة كيوفروا جميع الملابس بأسعار اللي مناسبة كينين في حال هاد الخليسيات دايرين 170 ليرا قطنيين اللي كتتوي 94 درهم مغربية تعد دولار تقريبا بالنسبة هاد الموصيم ديالشتا فأغلب السيلع اللي كين هنا شتوية كينين حتى تركوا وات خفافين دلقطا شي حاجة لي خفيفة وزوينة في حال هادو فبالنسبة للملابس الأطفال صراحة فنين والأسواب ديالهم زوينة كين في حال هاد المنطوات فيهم منطوات وفيهم جيلية دايرين 450 ليرا اللي كتتويس قريبا 250 درهم مغربية بالنسبة لسين را كيديرو جميع الأعمار سواء دل رضع أو دل أطفال حتى الان 14-16 سنة يعني كتلقوا عندهم جميع المقاسات وكيبيعوا الملابس ديال الخروج وحتى البيجامات ديال الدار كيما كتشوفوا في الألوان ديالهم صراحة زوينة مقتبسين من فلّة فكنعرفوا كاملين فلّة في الرسوم متحركة كيركزوا على الألوان اللي كسعطي وحد الجمالية للملابس فألوانهم كلها فينا كيما كتشوفوا هنايا بالنسبة لسين كيما كتشوفوا را قول بلاسك يكسبوا فيها الأعمار الملابس اللي فيهم في حال هنايا دايرين من واحد الربعة كينا الأعمار اللي صغيرة كينا جانا حخاص بالملابس ديال الرضع وكل ما كيتعلق بالرضع شوفوا ليها الدبدو بس هادو شحات زوينين كينا سريولات في حال هيدا فهتلقوا أشياء كتيرة اللي سعجبكم هادو أسعار ديالهم رخيصة عضو خمسين ستين ليرا كي نفحل هادو تروب بياس ديال الوليدات فالأسعار ديالهم مناسبة جدا وإحنا إن شاء الله كيما عارفين مقبيلين إن شاء الله على شهر رمضان وعلى عيد الفتر فناس كتيرة كيبقوا يقلبوا على الموضيلات اللي خارجين في السنة كيبغيوا يشريوا لوليداتهم سيلع اللي زوينا فبالنسبة لأسواق التركية أنتو ما كتشوفوا الموضيلات اللي كينين في هاد سنة بالنسبة للملابس وإن شاء الله نعملكم جوالات أخرى تشوفوا الموضيلات ديال هاد السنة في ملابس الأطفال واللي مميز هنا في تركيا خصوصا في ملابس الأطفال لأنهم كيخدموا الطاية ديالة 14 و 16 سنة فكتلقوهم توفرينوا بشكل كبير حنا في المغرب ما كتلقوهم شي بزاف كينا هات سريولات ليجتوهم لين 74 ليرا لقد سوي 40 درهم وكيني اللي دايرين ميت ليرا لقد سوي 55 درهم هادو كيتم الليويل بياستيل اليالهم زوي بزاف أسعار diesen الله كينا دايرين 190 ليرا عريكي 105 درهم كيني اللي دايرين 390 ليرا هادو كيتم دلولي دات كتلقا البياسة الواحدة دايرا بإما 50 وإما 60 ليرا هادو كيتم الترويويل هذه السا quilt يار entre 20 με 2m 80 ليرا للقطعة وهذا قويم جزوينين بزا في الوليدات دايرين 2060 ليرا اللي كتساوي 145 درهم مغربية 14 دولار كيما كتشوفوا مقطنين من الداخل السلية اللي مزوين بزا في هادو كيجوا صخيخنين مقطنين من داخل ولا من برة عجبوني هادو بزا فيهم الوانات اللي كتارين والقياسات فيهم قياسات سواء كبار أولا صغارين هاد القسم هادا خاص بمذابيس الأطفال اللي بالنسبة هاد المتجر كيما أذكرت لكم فيه الملابس دل رضع والملابس للأطفال من سنتين حتى 16 سنة وفيه الملابس النسائية والرجالية فكيما كتشوفوا موضيلاتهم كاملين زوينين دايرين هاد بوستيراس هنا ومكتب الاسم دلمحال اللي هو فلاء أنا قلت لكم هدي سلسلة من المتاجر اللي متواجدة في جميع تقريبا المدن التركية هاد القسم هادا خاص بالملابس دل رضع موضيلاتهم زوينين سواء دلمنسات ولاد الوليدات فشوفهم كينا موضيلات كتاري وبالنسبة لأسعار هاد شي ديال الرضع كيكونوا أسعار اللي رخيصة أكتر من الملابس للأطفال وهنا ننتقلو القسم الخاص بالملابس ديال الوليدات هنيا كينا الطاية من 9 سنين 12 عام ومن 13 عام 16 عام فهاد القياس هو اللي كي أغلب الناس كيجبروا فيه مشكل هاد القياسات كيكونوا قلالين في السوق ولكن هنا هاد القوهم وبكتراف موجودين في أغلب المتاجر ملابس الأطفال هنا في تركيا كي خدموها الطاية الكبار كينا هاد القبيات طاية كبارين كينا هاد القسم اللي خاص بالحواج ديال الوليدات اللي في هاد السين بين 12 و 16 وكينا حتى الملابس الرجالية هادو الغرف اللي كي قيصوا فيهم الملابس وهاد القسم هذا خاص بالملابس الرجالية بالنسبة المتاجر فولة الملابس الرجالية فيه بنسبة اللي قليلة فأكثر شي كينا الملابس الأطفال والملابس النسائية هادو كي بيبتدلو ليدات من 5 سنين 8 سنين ديرين 380 ليرة اللي كتساوي 200 دراهم هادو من 10 سنين حتى 12 عام خريصيات فأتلقوا اشياء كثيرة من ناحية الملابس اي حاجة احتجتوها إلا بها تلقوها هنا بالنسبة لها المتاجر اللي احنا فيه فيه جوش طوابق طابق خاص بالملابس الأطفال وهاد طابق فيه الملابس النسائية ورجالية واحتى الملابس الأطفال كينا هاد قبيبتة تساعدو فيهم الوان كثيرة ديرين 600 ليرة واللي كتساوي 330 درهم مغربية تهم مقطنين من الداخل سخونين موضيلة ديرهم تخي سامبل شي حاجة اللي سامبلو زوينا يعني بسيطة وزوينا هادو كوابت تقينين هنا وبكسراء الأسعار ديرهم كسر سهل فعل حسب الموضيلات فكان هادو الشيق الخاص بالملابس دير الأطفال والملابس الرجاليين شوفوا الملابس النسائية اللي كينين هنا في محل فلا فعندهم أشياء كثيرة من ناحية الملابس كينين في حال هاد خريسيات اللي كيجيو طوالين هادو موجودين في أي مكان مشيتو في اسطنبول كالقوم في محالات كتارين هاد تستيل هاد المحجبات الأسعار ديالهم هنا يا أسعار اللي مناسبة جدا كالتراوح بين 110 و 140 درهم فيهم ألوان كتيرة وعمليا توب اللي زوين بزاف جودة ديالهم ممتازة شوفوا في هذا القسم هذا كينين هنا هادو تونيكاس ديال محجبات هما هاد تستيل هاد كي لبسوه النساء اللي كبارين شوية ديالين 320 ليرة أغلبية هادو كي لبسوهن نساء كبارين والأتراك كي ركزوا على لون واحد ما شيف حان ماسان احنا كتلقوا الملابس مزركشا وهما في الغالي بإذا لاحظوا كتلاحظوا عندهم من ملابس لون واحد يعني إما في الأسواد ولا جرونة ولا الأصفر ولا فالتفل الباز ديالهم كتلاحظوا يعني أغلبية كي لبسوهن اللون الواحد فهذا القسم هادو كينين الخليسيات اللي طوالين بأشكال اللي كتيرة في حل هاد الموضيل هادا دير ميتين ليرة اللي كتسوي 110 دراهم كينة أشكال كتيرة هنا غير هو الملاحظ وخصوصا بالنسبة للملابس النسائية الملابس اللي كتسوي الجودة ديالا ممتازة وحتى الموضيل يعني كي يكون مميز فكتسوي الأسعار ديالهم مرتفعة خصوصا بالنسبة للتونيكات كي بدوس قريبا من ميتين درهم مغربية فما فوق في حل هاد الموضيلة هادو السيل ديالو مزوين وحتى الكاليتي ديال توب رائع فكينة موضيلات كتارين في هاد الجهة هادي كلها بالنسبة هاد تونيكات عجبتني هذيك البيضة بززاف السيل يالا مميز ديرها ميتين درهم تهية كينة في حل هاد القهوية هادي كي طمى كلها كي طمى كاملا كتديرها تلتمية درهم مغربية فكينة أشكال كتيرة هنا اللي زوينة ومميزة كانت هاد هي الجولة ديالنا لهذا اليوم في متجر فلا أحد المركات التركية المعروفة كانت منه أن هاد الجولة تكون نارية الإعجاب ديالكم فلأول مرة كيشاهد القناة سمتلسوا شي تشاركوا وتفعلوا زال الجرس باش يوصلكم كل جديد ولكل مشتريكين خليوا لايك وتعليق على هاد الفيديو وانتلقوا ان شاء الله في جولة جديدة استودعكم الله ترجمة نانسي قنقر